طيب ما شاء الله دنيا حلوة جدا جدا جدا. طيب واضح يا حمل الناس اللي قلوه صح جدا اللي شاكين في علاقة سلسية او ان شركهم بيخونهم اه انت تسرعت يا حمل الموضوع مش كده. ولو كان حصل بالفعل فهي ما هيش علاقة بالمفهوم اللي اعتبرها هفوة غلطة يعني انت اللي في القلب تعملين قص دي ممكن تكونوا غلطة حصلت لكن ما هيش علاقة يعني علاقة لا هي ما وصلتش للمرحلة دي ممكن تكون هفوة. لاني شايفة شايفة الطاقة كويسة جدا الطاقة اسرة سعيدة الناس اللي لسه ما ارتبطوش دي الطاقة ما بينهم انهم عايزين يبنوا عيلة جديدة. الشريك الشريك شايفك ازاي بتطلق احكام قاعد بتطلق احكام يعني بالراحة عليه شوية يا حمل لانه واضح ان انت تسرعت فعلا. اتمنى يكون كده. انت شايفه ازاي? انت شايفه حبيب رجوع شخص يعني بتحبه. شخص عزيز عليك جدا. شخص قريب لقلبك. الطاقة حلوة اللي بيحصل دلوقتي فرص جديدة حنبتدي فرص جديدة لعلي اكون سبب انو اسوق التفاهم او الفهم الغلط اللي حصل عندكم دي نبتدي نسلحه. دي فرص جديدة. دلوقتي هنبكدي ندي فرص ان شاء الله لبعد. وهتستغلوها كويس. وبصوا خبر حلو ازاي. تسمعوا خبر حلو. وفي شمس بتطلع نجاح. العلاقة بازن الله نجحة. وفيها سعادة وفيها امان. وحاجة بسم الله ما شاء الله كويسا جدا. فحنعتبر لو كان حصل خطأ من شريكك يا حمل. انها هفوة. يعني عديها. عديها. مش مش مقصود بيها خيانة. ومش مقصود بيها نواية بعد عمك خالص. لأ. الشريك. لأ الشريك بيحبك ما في المالي. ما في المالي. طيب. تعالوا نشوف. المجموعة التانية. وولاء كيز حبيبتي اختار لنا بقى بنيوتة النهاردة. للقراءة الخاصة المجانية. بص يا منا. ممكن تكون علاقة قديمة. بس هي مشاعر جديدة بتحسوها البعض. ممكن تكون قديمة. احتمال. مرسيا صحر قوي قوي. اسلاميلي يا روحي. بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله حبيبتي كل الخير ان شاء الله ليكم. سنجل صارة لو انت سنجل انا شايفة فيه علاقة جديدة للحمل الاشهر ده. في شخص هيظهر. ان شاء الله. أو يعني في الفترة اللي جاية دي. بشكرك جدا يا واقل شكرا شكرا. يا سامي يا رباني خليك يروع. ايه الكلام الحلو ده. الاسلاميلي. طيب. هيا نشوفها المجموعة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك حيرة جمدة يا حمل. حيرة من حكتين. في حكتين من حيارينه. مش حكة واحدة. حكتين. جميل. جميل جدا. طيب. The star. The star النجم هي طاقة ايجابية كويسة عندك طاقة ايجابية معقولة جدا. معقولة جدا مش بطلة خالص. فيها يسا عندك حيرة شوي يعني. انت محتار. مش عارف تقفين يعني. مش عارف تعمل ايه في نفسك. الحيرة دي تعبتك. تعبتك يعني. تعبتك جسمانيا حتى انهاكتك. يعني. ليه كده. لا عندك حيرة جمدة جدا. وممكن يكون حاجة تانية انه انت عمال تبذل مجهود حاجة ومركز فيها جامد جدا جدا جدا. جميل دياه كل تقطك. انما فيش مرضوض. يعني مش بتلاقي المرضوض زي ما انت متخيل. او زي ما انت عايز. آآ المشان في الموضوع ده عمليا يعني في حياتك العملية ولا في حياتك الاسرية ولا في حياتك العطفية. الحتة دي لكن هي عاملالك انهيار جامد في الحقيقة الشهر ده. هي عاملك انهيار برج. انهيار البرج ده انهيار لاسلوه او انهيار اه لمعتقد لاحساس معين انت عايش بيه بقى لك فترة. حينهار هيبتدي ينهار. يا اما هو ينهار لوحده يا اما انت اللي هتهده بيه ده. يعني زي ما تقوله انا حسيت انت بتقول ايه? محدش مقدر اللي انا بعمله ومحدش يعني حتى بيقولي كلمة شكرا. طب انا مش هعمل حاجه خالص. وهتبطل تدي وهتبطل تضحي وتبطل تعمل حاجات كتير من الحاجات دي. اهو. زعلان او زعلان متضايق ومستني حد يراضيك ونغمس في ذاتك. يمكن لما الناس يبتدوا يعني يحاولوا ان هما يراضوك او يخففوا عنك. انا شايفة ان دي تفريغ شحنة بقى. انا مش عارفة دي خناقة بقى حاطة. انا بقى فيها حالة غضب ومشاكل كده وزعيق وحاجات. اه زي ما تقوله انا شايفة ان دي حالة تفريغ ان انت بتفرغ الطاقة اللي جواك او الكلام اللي انت كنت استحمله فترة طويلة. هتبتوا يتطلعوا في الوقت ده وعشان ترتاح. هتبتوا تمسك قيادة بقى. هتمسك قيادة الامور ودي افتكر انت هتمسك قيادة حياتك بقى. انت اللي هتمشي حياتك بقى. انا يعني هيبقى فيه تغيير. لا فيه واضح ان هيصل تغيير عندك في الحياة في نمط حياتك جدا. انت اللي هتاخد الكنترول. وشايف اه قديني حيرة من امر ما. بس افتكر الحيرة دي تخص لحالة المادية. انت عايز تعتمد عن نفسك مادية لو الناس. اه لو الناس اللي انت متضايق منهم او اللي حصلت المشاكل منهم دول الناس دي انت مرتبط بيهم مادية او حياتكم المادية مرتبطة ببعض. هتبتدي تبقى عايز تعتمد على نفسك مدهن علشان تبقى فيغنى عنهم تماما فيه هنا قدامي كمان دي انا بقول ايه دي نفسك اجازة دي اجازة انت هتطلع اجازة ان شاء الله مش مش شرط ان احنا نسايف ريال من نوح المكان يعني زي ما انا عملت مسلا قدت لي نفسي يوم الجمعة ده خلاص اجازة عاملت فيه انا عايزة بقى لا في شغل ولا في كلام ولا تليفونات قفلت كل حاجة واجازة راحة ترتاح كافئ نفسك بحاجة اخرج مع صحابك اخرج مع صحابك اروح يشتيلي حاجة كافئ نفسك دي عملية احتفال وعملية اجازة الناس اللي على وش خطوبة او في مرحول التعارف دلوقتي الشكل فيه خطوبة الكادر ده كمان معناه خطوبة بعدها فيه مغامرة بقى هفيه احساس بالمغامرة ليه ده الاثنين بقى للمرتبطين الغير مرتبطين ااااااااااااااااااااااااا وفتكر الاجازة اللك انت حتعملها دي حتهديك يا حمل انت محتاج الموضته انت اساموك حمل لانك انت حمول بتفضل تستحمل وتستحمل تستحمل لحد ما بتجيب اخرك اهو بتهد بقى الدنيا تروح هادد المعبض خالص بس ده من كتر ما انت متشبع بالدسابوينت من كتر الزعل يعني خلاص بقى لو ملاقيتش تقدير من ناحية التانية زي ما قلت لكم الاجازة دي هترفع من راحك المعنوية جدا كارت بقى دي الشمس تطلع تبتدي بقى روح المعنوية كعلى كده وعايز تعمل حاجات وتتحرك وتسافر وتغامر وحتستعيد التوازن بتاعك ان شاء الله ونفس القراءة هتنطبق على الناس اللي هيصن عندهم قطوبة هيبقوا حاسين ان هم في حالة مغامرة وفي حالة سعادة والدنيا نستيعيهم ان شاء الله ربنا تنلقوا على الالف خير هنرخص قراءة المجموعة التانية بسرعة الحمل فيه عنده حيرة جديدة جدا جدا وحاسس ان هو مال مبدي مجهود جامد جدا في حاجة مفيش منها رجا مفيش منها تقدير فتاعد جدا الموضوع اثر عليه حتى جسمانين محتاج راحة وكيز ارتاح ويحمل شوية حاوله تناموا شوية هيقرر انهيار تقريبا حاسن انهيار ده انت اللي بتهده بايدك يحمل حتهد حاجة كانت قايمة لفترة طويلة جدا معاملتك مع الناس او اسطوبك معاهم ويعني نمط حياتك هتبتدي هتهده وتبني مكانه حالات تانية خالص زعلان ونغمز في ذاتك افتكر هيبتدي الناس يقربوا منك ويحاولوا يعني يصالحوك او يفهموا مالك انت هيبقى ردك عنيف جدا وحيبقى فيه خناعات ومشاكل كتير قوي قوي بس هتطلع لجواك هتبتدي تمسك انت قيادة العربة هتحتار شوية بين اختيارين شباح بعض شوية بس الموضوع ده يخص الحالة المادية عندك عشان انت هتبقى عايز تاخد خطوات نحو انت تعتمد على نفسك مادية في خطوبة شايفية للناس اللي في مرحلة التعارف دلوقتي بإذن الله ربنا تنملكه على خير بعدها في مرحلة يعني تفاقل ومغامرة احساس حلو جدا بالنسبة للناس اللي مش مقبلين على الموضوع ده انت هتاخد اجازة وانت تستحقها خد اجازة شوية بريك ان شاء الله يوم واحد افصل فيه عن الشغل وافصل فيه عن الناس وحطة عن الصحابة اللي بتحب بس اللي بيحب بيقضي وقته مع الصحابة والموضوع ده بيريحه نفسيا بيز قضيه مع صحابك الصحابة اللي بجاة الجانب اشتركوا في القناة